يزان لبرج العقرب. اه انت راح تكون ماسك اسلحتك وكلنك بتدافع عن نفسك يا عقرب في موضوع معين عم اه بتدافع عن نفسك اه فيه وهم تنتصر. شايفي فيه انتصار في هذا الكرت على شخص اه كان يمكن اه من برج اه مائي او ناري كنت عم بتتشاكس معه او فيه هو ظالمك في موضوع معين. اه شايفة انه فيه انتصار على هذا الشخص. راح تكون يعني ضغطك هادي الفترة مركزة على انك تنتصر وفعلا راح تنتصر. شوف شكل عام لالاقرب. عم بشوفك تشتغل كتير يا عقرب عم بتحاول تحبوش مبلغ من المال يمكن عشان تفتح مشروع كنت عم تستنى لك فترة انك تفتحه. عم بيكون في عندك شوي صعوبة هذا الشهر في جمع المال او صعوبات مادية يمكن راح ينطلب منك مبالغ مادية هاي الفترة او راح يصير معاك ممكن شغلة طارئة خلينا نقول. اه تستنفذ مبلغ مبلغ من المال من عندك. خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل قوس دلو. نارية ممكن مائية كتير مائية. ترابية. فعم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة او عم بتعاني هاي الفترة. اه قلنا في موضوع اجله انت كنت والان صار في امل كبير. كنت معلق امالك على موضوع معين. اه هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الاول في العمل. اه في شخص من برج مائي. ممكن يكون دلو. اه ممكن يكون اه اي برج مائي او ممكن يكون ناري. اه هذا الشخص اه ممكن يساعدك في او شراك في في العمل. ممكن تفتحه مشروع جديد. ممكن هذا الشخص. المهم انه اه رح يساعدك في موضوع العمل. لو كان في عندك اه شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حيساعدك اذا كان موعدك بموضوع معين. اه شايفة في امني عم تتحقق اه شوي شوي قلتلك تمسك شوي على المادة في اول الشهر. اه بعدين رح تجيك وفرة معينة اي اما يعني من ناحية العمل او قرب او اي شي يعني كنت انتظره. اه رح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في اول الشهر شوي نمسك اه ايدنا. شايفة في امني عم تتحقق اما في العمل اما في العاطفة. اه عم بتكون في العمل اكتر انا شايفيتها. يمكن اللي ما عنده عمل يمكن اه هذا الشهر اه كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه. يعني حيساعد. اذا كان عندكم بالعمل او وعدكم في عمل معين. اه عم بشوف اه في اطفال هون في اه في فرصة حمل للناس اللي عم بستنوا اه فرصة عمل عقرب يا عقرب. اه عندك طاقة سلبية و اه يعني لحد الان انا مبسوطة انه ولا برج اه طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية بس انت اول واحد يا برج العقرب. للأسف. اه في طاقة سلبية موجودة في اه اما سحر حسد عين موجود اه عندك عم بسبب لك اه تأخيرات ومشاكل اه على جميع الاصعيدة. على جميع الاصعيدة شوية تأخيرات شوية اه عم يفهموك غلطي يمكن الناس هاي الفترة. اه ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الامور وتكون انت الامبراطور خلينا نقول. انت المتحكم في الموضوع رح اه قلتلك في عندك انتصار ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في اول شهر. شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر. يمكن في اخر اسبوع او اخر اسبوعين. اه رح تحقق نصر على اه شخص. هذا الشخص ممكن يكون اه برجه ترابي او مائي. ازا كان ازا كنت عارف طاقة او عارف اه برجه. اه شايفك اه عم بت يعني من بعد ما كنت تصرف من بعد ما كنت اه طبعا صري في العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرف وبدون حساب. فشايفيتك اه بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن على الرفاهيات على هاي الامور. عم تمسك ايدك كمان ترجع اخر الشهر. فانا عبوصيك هذا الشهر كل ياته اه انه تمسك ايدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل احسن من هيك لانا شايفك عم تعطي الرايح والجاية او عم بتفرق. نعطي احنا وطبعا مطلوب انه نعطي في هاي الحياة. ولكن اه شوي بتفكير بعقلانية اكتر من. اه نفتح شوي على عاطفة نشوف لمحة عاطفية. ما بعرف انا هاد الورقة ليش بحبوه بحسه عاطفي يعني ببفتح علي دايما نحل عاطفي. بحسه في اكتر يعني. اذا كنت متزوج. اذا كنت متزوج يا برج العقرب ففي بس مشكلة بسيطة ممكن يصير فيها يمكن كلام جارحي يمكن امور. هذا في النصف الاول من الشهر. ممكن يكون فيها كلام جارح امور بتطلع لبرة يمكن اسرار العيلة عم بتطلع لبرة. اه المهم مشكلة ولكن رح تجتازوها. هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في انك تطلق تنفصل انك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع. اه ولكن سرعان انا ما عم بشوفكم شوي شوي عم بتروء الامور. وعم بتتعلق اه موضوع الطلاق في الفترة اخرى او اه وكأنك عم تنسى الموضوع. اه شايفي فيه مصالحات خاصة اه حكينا للمتزوجين اللي هم بناتهم مشاكل. وحتى الاشخاص التانيين كمان شايفي فيه اه مصالحات اه شايفي فيه مواضيع جدية ممكن تنفتح اه في هادا الشهر او هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر يعني مش بس اكتوبر. اه شايفي فيه شخص عم برائبكم اه اللي هو الشريك طبعا فيش غيره. فيه مراقبة من جهتك ومن جهته اه عم بتكون. هادا شخص ازا كان ناري او ازا كان اه هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع. اه كمان الابراج الاخرى يعني الطاقات الاخرى كمان طبعا وارد لانه هادا الكرت جدا ايجابي. اه ولكن انا قلت هاديك الطاقات يعني بنسبة اكبر خلينا نحكي. هادا شخص عم برائبك عم اه يعني مش ناسيك. اه فيه تواصل روحاني قوي عم بيكون اه بينك وبينه. شايفي فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الان لانه مائلها وجود كانت موجودة في الشهر الماضي اه او في القراءة اللي كانت بين منتصف اه سبتمبر بتوقع لمنتصف اكتوبر. عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها اه لكن هي هون عم عم تتفرج من بعيد عم تحقد حسد حقد اه من هذا النوع. لكن شايفي انا الامور بشكل عام جدا ممتازة اه شايفي معجب ممكن يكون من برج ترابي او ناري اه عم بتطلع من بعيد لبعيد هذا الشهر ممكن انه يتقدم بخطوة خلينا نحكي ناحية العلاقة. هذا الشخص على فكرة قلبه صافي ونيته صافية. اذا كان بالطاقات اللي انا قلت عليها. خلينا نشوف اه مسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب يعني نشوف ايش حابب انه يقولك. مش قادر او من عقل الباطن مسلا. مسج كلمة. كتير حلو هات المسج وهيك راقي. اه بيقولك انه انا عم بحلم بطفل منك. وانتهى بس اكتر من هيك يعني. اكتر من هيك عبس. اه انشوف اذا في تحذير هذا الشهر او حتى بشارة او شي للعقرب. اه. التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي. اه من ناحية المادة نمسك ايدنا. فيه تشالنجز معينين. فيه صعوبات ومن بعد شوية اه اللي هما تحديات قلنا. فبس نصبر اه شوي ما نعصب. ما نعقد قرارات اه صادمة سريعة لانه برج العقرب عم يعصب كتير هاي الفترة عم بيكون طاقة نارية مبين من الوراء اه شوي سوري. حركت الكانيرا. لا طلعلك كتير رح اقرأ لهم كلها مع فكرة. اول شيء لا هذا تحذير اكتر ما هو هي نصيحة يعني بس بنصحك بانه تدير بالك من الاصدقاء اللي عاملين حالهم اصدقاؤهم اساسا اعداء بحذرك من طاقة سلبيه يمكن ظهرت قبل شوي وشوفناها بقول لك اسمع للطرف الاخر يعني قلتلك قبل شوي ما تتسرع باخذ القرارات اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع يعني باصغاء استمع وزن الامور قبل ما تاخد اي قرار بيقول لك استمع استمع بس للناس التانين ويمكن معناها انه اسمع اكتر ما تحكي خد اكتر ما تعطي يعني اسمع اسمع وما تحكي اسرارك لحدا كتم على الامور ممكن يكون هيك معناها حباك ببرج العقرب بشوفكم بالجيب والجاي هواووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو